بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أيها الأحبة إنها أعظم ليلة في السنة تتكرر مرة واحدة فقط دعوني أذهب مباشرة معكم إلى موضوع هذه الحلقة الممتعة والمباركة إن شاء الله لنعيش هذه السهرة الإيمانية مع ليلة 27 رمضان ليلة 27 رمضان هل هي ليلة القدر؟ ماذا يحدث في هذه الليلة العظيمة وسر كلمة هي؟ ليلة القدر هل هي ليلة الرزق الوفير؟ سنتحدث عن موضوع الرزق أيها الأحبة مهم جدا تابعونا رجاء كم تأخذ من الحسنات إذا قرأت حرفا واحدا من القرآن ستذهلون من معرفة الرقم الذي ذكره القرآن هل تقدر أعمال العباد في هذه الليلة؟ يعني مستقبلك يتم تحديده في هذه الليلة؟ ما هو الدعاء الذي لا يرد ولكن بشروط؟ سنتأمل هذا الدعاء أيها الأحبة لماذا كلمة هي خير من ألف شهر؟ لماذا؟ ما هي الدلالة العلمية؟ لذلك وأخيرا سنتأمل دلائل علمية تعرض لأول مرة عن معجزة سورة القدر لذلك أحبتي في الله أنا سأبدأ مباشرة معكم ونطرح هذه التساؤلات في هذه الليلة المباركة عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويبلغنا ثواب هذه الليلة العظيمة معظم الناس أيها الأحبة غافلون عن أن هذه الليلة تحدد مصيرك أيها الإنسان للأسف معظم الناس غافلون سنكتشف ذلك من خلال آيات القرآن هل يمكن لكل واحد مننا أن يدرك ليلة القدر؟ أنا أقول نعم أيها الأحبة لأن القرآن حدد ليلة القدر أنها في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن القرآن أنزل في شهر رمضان ويقول في الآية التالية في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إذن ليلة القدر هي إحدى ليالي رمضان فإذا كل يوم اجتهدت بالدعاء كل ليلة من ليالي رمضان لابد أنك ستدرك ليلة القدر وستأخذ ثواب 83 سنة وأربعة أشهر ألف شهر هنا أيها الأحبة سنتأمل لماذا سميت بليلة القدر وعلاقتها بتقدير الأرزاق الحقيقة كثير من الناس اليوم يضيقوا رزقه وأنا أقول لكم هناك ليلة في السنة تستطيع أن تنتظرها أخي الحبيب وتترقب رزقك في هذه الليلة لأن الأرزاق تقدر أيضا والرزق ينزل من السماء رزقك يكتب في السماء أولا ثم تأخذه على الأرض ولكن هو يقرر في الأعلى عند الله سبحانه وتعالى هل صحيح أن بعض الباحثين حدد موعد ليلة القدر بدقة طبعا هذا الكلام غير صحيح لم يستطع أحد حتى الآن أن يحدد موعد ليلة القدر بالضبط ولكن كثير من العلماء يقولون هي ليلة 27 وسوف نكتشف الآن أيها الأحبة بعد قليل أن رقم 27 يتجلى في هذه الصورة بطريقة غريبة جدا وسنعرض حقائق رقمية لأول مرة تتعلق بهذا الرقم وعلاقة صورة القدر بالعدد أيضا 114 عدد صور القرآن وبطريقة مذهلة جدا تحير العقول بالفعل هنا أيها الأحبة أخيرا سنختم ما هي الأعمال التي يحبها الله في هذه الليلة المباركة ولماذا أخفى عن الله موعد هذه الليلة طبعا الله يحبني ويحبك أخي الحبيب لو أنه حدد لنا هذه الليلة بالضبط لتكاسل الناس طيلة الشهر أو طيلة السنة وعملوا فقط هذه الليلة ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وحبه لعباده يحب لنا الخير أراد لنا أن نعمل أكثر وندعو الله أكثر ونلجأ إلى الله أكثر لنأخذ مزيدا من الثواب أنت عندما تحب إنسان تريد أن تمنح له كمية أكبر من الخير كذلك الله يحب عباده لذلك أيها الأحبة هذه السهرة الإيمانية ستكون مهمة جدا مع سورة القدر وليلة القدر وهي ليلة عظيمة سنكتشف فيها بعض الحقائق التي ذكرها القرآن فالأرزاق تقدر فيها لماذا سميت ليلة القدر أيها الأحبة لأن رزقك أيها الإنسان يكتب في هذه الليلة نحن نعلم أن كل مؤسسة كل شركة كل منظومة اقتصادية لديهم يوم في السنة يقومون فيه بجرد الأعمال التي تمت بمراجعة الحسابات بتخطيط لسنة قادمة فأنت أيها الإنسان كل سنة تمر بليلة بليلة هي ليلة القدر أولا يمكن أن تغفر ذنوبك كلها في هذه الليلة ويتم كتابة أعمال جديدة لك في هذه الليلة طبعا الإنسان يختار أعمالهم ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يجد أن عبدا من عباده يلتج إلى الله في هذه الليلة الله يقربهم ويكرمه أيضا تماما مثل إذا كنت في شركة مثلا تجد أن هناك أناس يحاولون التقرب من صاحب هذه الشركة للحصول على ميزات مع لألم أن ليس كل الناس يستطيعون التقرب من صاحب الشركة ولكن الله عز وجل برحمته وكرمه أعطى فرصة لكل واحد من البشر أن يتقرب منه في هذه الليلة لذلك الله تبارك وتعالى حدثنا عن هذه الليلة وقال هي خير من ألف شهر وسميت ليلة القدر ليلة تقدير هذه الأعمال أيها الأحبة الأمور تفرق فيها أيضا فيها يفرق كل أمر حكيم يعني أنت لديك ضائقة مر فيها لديك مشكلة لا تحل لديك مرض مرض مستعصي مضى عليه سنوات مزمن لم يجد له الأطباء علاجا ترقب هذه الليلة واسأل الله أن يقدر لك أمرا يكون فيه الشفاء فيها يفرق كل أمر حكيم إذن الأمور تفرق وتفصل في هذه الليلة المباركة فكل إنسان أحبة فيها له حاجة عند الله سواء مرض سواء الرزق سواء إنسان ضاق صدره بهذه الدنيا لديه هم معين لديه مشكلة معينة يغتنم هذه الليلة لأنها ليلة القرب من الله ليلة اللقاء مع الملائكة هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة إلى الأرض وبالتالي فإن هذه الليلة إذا لم تغتنمها أنت خسرت الكثير من عمرك خسرت الكثير من الميزات التي ستحصل عليها إذا أدركت هذه الليلة واجتهدت بالدعاء والتوجه إلى الله والعمل الصالح الرحمة توزع في هذه الليلة أيها الأحبة الرحمة توزع وهذا بنص القرآن أيها الأحبة السلام يعم فيها أيضا بنص القرآن سلام هي حتى مطلع الفجر الملائكة تتنزل في هذه الليلة العظيمة أيها الأحبة وأمور العباد تقدر فيها لذلك أنت ينبغي أن تعتبر أن هذه الليلة هي ليلة العمر إذا لم تدركها خسرت الكثير هذه الليلة أخي الحبيب تستطيع أن تدعو الله بما شئت تستطيع أن تنتظر رحمة الله فيها تنتظر نزول الملائكة الملائكة تحف الإنسان الذي يدعو الله في هذه الليلة بل الله يستجيب دعائهم سبحانه وتعالى لذلك الدعاء الذي لا يرد دعاء لا يرد ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخي الحبيب انظر معي هذا الدعاء الذي لا يرد أي دعاء تدعو به لا يرد ولكن بشرط واحد ما هو هذا الشرط؟ الإخلاص لله أخلص لله وادعو الله بما شئت سيستجاب دعائك لأن الله سبحانه وتعالى يقول أعطانا أشبه بمعادلة رياضية قانون كوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم معادلة رياضية تدعو الله تضمن استجابة الدعاء الشرط الاستجابة الإخلاص لأن أحد يعني جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أوصني ولا تكثر لأحفظ أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أو أربع كلمات فقط أحفظوا هذا الحديث أيها الأحبة يلخص الدين كله لخص حبيب عليه الصلاة والسلام الإسلام كله في هذه الكلمات القليلة قال له أخلص دينك لله يكفك العمل القليل أي أخلص عبادتك وعملك ودعائك لله يكفيك العمل القليل قليل من العمل يكفيك يعني قليل من العمل تقوم به في ليلة القدر وبإخلاص وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى سيكفيك الله شر بقية حياتك وشر الدنيا وشر الآخرة لذلك أخي الحبيب الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر وعلمنا هذا الدعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا كرر هذا الدعاء بالإضافة لأدعية القرآن والأدعية النبوية ربي اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني وهدني واشفني وارفعني واجبرني أدعو الله بما شئت وسوف يستجيب الله لك ولكن بشرط الإخلاص بشرط أن تتوجه إلى الله وأنت واثق أنه سيجيبك لا أن تثق بالبشر وتثق بالمخلوقات الضعيفة وتنسى رب العالمين سبحانه وتعالى كم ثواب قراءة القرآن في هذه الليلة انظروا أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إذن أنا لدي معادلة حددها النبي عليه الصلاة والسلام أن الحرف الواحد بعشر حسنات يعني عندما تقول باسم ثلاثين حسنة الله أربعين حسنة أربعة أحرف أربعين حسنة الرحمن ستين حسنة الرحيم ستين حسنة مئة وتسعين حسنة خلال ثلاث ثوانة تقولها بسم الله الرحمن الرحيم مئة وتسعين حسنة في ليلة القدر أخي الحبيب العشر حسنات هذه ستساوي ثلاثمائة ألف حسنة لأن الله تعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر طبعا أنا وضعت إشارة يساوي يجب أن يضع إشارة أكثر أكثر قال خير لم يقل تساوي ألف شهر قال خير من ألف شهر إذن كل حرف تقرأه من القرآن تأخذ به أكثر من ثلاثمائة ألف حسنة كأنك قرأت أكثر من ثلاثمائة ألف حرف هنا ملمح بسيط أيها الأحبة كم عدد حروف القرآن عدد حروف القرآن حسب الرسم العثماني الأول ثلاثمائة واثنين وعشرين ألف وستمائة أربعة يعني ثلاثمائة وشيء ثلاثمائة ألف وشيء يعني أكثر من ثلاثمائة ألف حرف حروف القرآن إذا قرأت حرفا فكأنما قرأت القرآن كله فتصور بمن يقرأ جزءا في هذه الليلة أو يحيي هذه الليلة وهو يقرأ القرآن أو يستمع إلى القرآن لأن أجر الاستماع ربما يكون أكثر من أجر القراءة لأن القضية قضية التدبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ من المصحف كان يستمع من سيدنا جبريل عليه السلام وبالتالي أجر الاستماع أيضا إذا استمعت لحرف من القرآن تأخذ ثلاثمائة ألف حسنة وأكثر فتخيل من يجعل القرآن دائما في بيته أربعة وشرين ساعة كم يأخذ من الأجر إذن هذه القضية ينبغي أن لا ننساها أيها الأحبة لأن الثواب عظيم 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 لدرجة لا يتصورها عقل لذلك سميت ليلة القدر قدرها كبير لا تستطيع أن تتخيله بعقلك أيها الإنسان الآن أيها الأحبة لماذا أخفى عن الله موعد هذه الليلة كما قلت لكم هذا دليل محبة الله لنا سبحانه وتعالى فعندما أخفى عننا موعد هذه الليلة أراد مننا أن نعمل أكثر أراد مننا أن نجتهد أكثر تماما مثل الأستاذ في الامتحان يخفي عنك الأسئلة لماذا؟ يستطيع أن يقدم لك السؤال والجواب لا أخفى عنك هذا السؤال الذي ستخضع له في الامتحان لماذا؟ ليجعلك تدرس أكثر وتقرأ المقرر كاملا وفي النهاية يأتيك بضع أسئلة إذن هذا الأستاذ يريد لك الخير يريد لك مزيد من المعرفة والعلم لذلك يخفي عنك السؤال كذلك الله سبحانه وتعالى أخفى عننا هذه الليلة لنجتهد طيلة شهر رمضان فكلما اجتهدت أكثر كلما أخذت من الأجر أكثر أيضا أخي الحبيب الآن أيها الأحبة لماذا هذه الليلة خير من ألف شهر؟ ألف شهر بالحساب تساوي 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا تصور أن هذه الليلة أخي الحبيب يعني سأضرب لك مثالا إذا قمت اليوم في هذه الليلة المباركة وصليت ركعتين لله وقفت بين يدي الله بإخلاص بتجرد صلاة مودة تقول هذه آخر ركعات سأصليها من الدنيا وسأتوجه إلى الله بإخلاص وسأصلي ركعتين هل تعلم هاتين الركعتين كم تساويك؟ كأنك صليت 83 سنة وأربعة شهور كل يوم ركعتين تصور تصور أخي الحبيب يعني 30 ألف ضعف 30 ألف ضعف كأنك صليت 83 سنة وأربعة شهور كل يوم ركعتين إذا قلت قررت اليوم أن تقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة واحدة فقط إذا صادفت ليلة القدر وقلت هذه لتضمن ذلك قل هذا كل ليالي رمضان قل هذا الذكر كل ليالي رمضان فإذا صادفت أن هذه الليلة هي ليلة القدر فكأنما قلت هذا الذكر لمدة 83 سنة وأربعة أشهر إذا قلت سبحان الله وبحمده النبي تعهد لنا قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر فتخيل إذا قلت سبحان الله وبحمده مرة واحدة فكأنك قلتها 30 ألف مرة سبحان الله يعني أجر عظيم جدا أرجو أن لا تنسوه أيها الأحبة الآن قضية الرزق هل تقسم أرزاق العباد في هذه الليلة نعم أيها الأحبة أرزاق العباد تقسم في هذه الليلة لأن الله سبحانه وتعالى جعل رزقنا في السماء انظروا معي ماذا يقول رب العالمين أولا هذه الحقيقة ينبغي أن لا ننسها وفي السماء رزقكم وما توعدون إذن الرزق والقدر موجود في السماء وليس على الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون إذن القرار يأخذ يعني أنا أحب دائما الأمثلة مدير شركة عندما يحب أن يكافئ موظف القرار أين يكون يكون عنده وليس عند الموظف فعندما يقرر هذا المدير أن يكافئ فلان أو يعطي فلان أو يكرم فلان القرار عندهم كذلك الله عز وجل جعل قرار الرزق في يده في السماء وفي السماء رزقهم في هذه الليلة تقدر فيها الأرزاق لأن الرزق ينزل من السماء سميت ليلة القدر القدر يعني كل ما تتصوره من قدرك يقدر ويكتب في هذه الليلة ويفصل ويفرق في هذه الليلة الله عز وجل يقول أيضا فابتغوا عند الله الرزق إذن الرزق عند الله وليس عند فلان أو فلان الذي يرزقني ليس فلان وفلان الله هو الذي يقرر ولكن هؤلاء هم وسائل وأسباب عملك هذا وسعيك في الدنيا هي وسائل أخي الحبيب أما القرار في الأعلى عند الله سبحانه وتعالى هنا أيها الأحبة أيضا آية مهمة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إذن انظروا هنا ذكرت كلمة قدر ما معنى قدر يعني الله ينزل الرزق بحسابات دقيقة مقدرة ومحسومة مسبقة لا تتعب فقط أطلب الرزق من الله ابتغي الرزق من الله لا تذهب إلى فلان وفلان الله سيسخر لك الكون ذرات الكون والكائنات كلها بيد الله سبحانه وتعالى لذلك قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق هنا أيها الأحبة الآية التالية أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إذن هناك رزق في السماء يقرر وينفذ على الأرض إذن القرار فوق في الأعلى والتنفيذ في الأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هناك آية عظيمة الله سبحانه وتعالى يقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز هذه الآية مهمة جدا كررها سبع مرات من أجل الرزق الوفير إن شاء الله سبحانه وتعالى والآن أيها الأحبة دعوني أذهب معكم مباشرة إلى المعجزات الرقمية الهائلة التي تتجلب في هذه السورة العظيمة لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينزل شيئا ولا يضع فيه دليلا ماديا على صدق هذا الأمر وعلى أنه هو منزل هذا القرآن هناك بصمة إلهية أيها الأحبة موجودة في هذه السورة المباركة لأنها تتحدث عن إنزال القرآن وتشير إلى العدد 27 نحن نعلم أن ليلة القدر غالبا تكون هي ليلة 27 وقلنا هذه الليلة تقدر فيها الأرزاق تفرق فيها الأمور أو تقسم فيها أقدار العباد لذلك انتبه أخي الحبيب هذا أمر خطير قد تكون حياتك ومصيرك ورزقك يتحدث في هذه الليلة لذلك أنا دعوني أذهب معكم إلى هذه الأسرار الرقمية المذهلة التي تتجلى في سورة القدر لأول مرة سنعيش معها إن شاء الله لنثبت أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ولنكتشف عجائب كثيرة جدا ولغة الأرقام تشير إلى أن هذه الليلة هي ليلة 27 ولكن الله أخفاها عننا لنعمل أكثر ونتأمل أكثر ونتفكر أكثر ونأخذ مزيدا من الثواب أول مرة ذكر إنزال القرآن في القرآن في هذه الآية أيها الأحبة الآية 185 من سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن هذه الآية تحدثت عن إنزال القرآن في شهر ماذا؟ شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذن هذه أول مرة يشير الله سبحانه وتعالى إلى إنزال القرآن في شهر رمضان الآية الثانية التي يجب أن نتفكر فيها لأن الإعجاز يقوم على هذه الآيات التي تحدثت عن هذا الشهر وهذه الليلة بالذات الله تعالى يقول في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إذن هي ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إذن أمور العباد تفصل في هذه الليلة لذلك أكرر وأقول أخي الحبيب من كان له حاجة عند الله من استعصى عليه المرض أو الهم أو الدين أو مشكلة أو أي شيء آخر عليه أن يرتقب ويترقب هذه الليلة ويعمل فيها ويدعو الله بصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه ويقدر له من الرزق ومن حلول المشاكل ومن الشفاء ما يشاء هو سبحانه وتعالى لذلك هذه الليلة هي ليلة قضاء الحوائج إذا أردت أن أختصر أقول هي ليلة تقدير الحوائج وقضاء الحوائج وتقدير المصير وتقدير الأرزاق أيها الأحبة أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إذن هذه الليلة فيها الرحمة فإذا كنت أخي الحبيب متضايقا من شيء الله يرحمك في هذه الليلة إذا كان لديك هم ولم وضيق وضاقت بك الدنيا هذه الليلة ليلة الرحمة سيوسع الله سبحانه وتعالى عليك في هذه الدنيا ويقضي لك حوائجك إذن هذه الليلة هي ليلة الرحمة أخيرا أخبر الله أنه أنزل القرآن في ليلة اسمها ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إذن القرآن أنزل في ليلة القدر انتبهوا معي أيها الأحبة رجاء سنكتشف إعجازا لطيفا جدا يدل على أن هذا القرآن لم يحرف الآن إذا سألك ملحد ما هو دليلك على صدق هذا القرآن هذا دليل ماد يتجلى أمامنا في هذه الليلة المباركة انظر معي أيها الأحبة لماذا الرقم 27 نحن نعلم أن الرقم 27 ارتبط بسورة القدر منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم فمنهم من اجتهد ورأى أنها ليلة 27 هل حدد العلماء بالفعل موعد ليلة القدر أقول لا لم يستطع أحد أن يحدد بدقة متى هي ليلة القدر كل الفيديوهات التي ترونها والأبحاث والدراسات كلها اجتهادات شخصية تخص أصحابها البحث قد يصيب وقد يخطئ الليلة لا يعلمها إلا الله ولكن هذه الإشارات الرقمية تجعلنا نرجح أن تكون هذه الليلة هي ليلة 27 من خلال ما سنراه من حقائق تتعلق بكلمة هي هنا أيها الأحبة سلام هي حتى مطلع الفجر انتبهوا معي كلمة هي كم هو رقمها أولا نحن نعلم أن أشهر السنة عدد أيام الشهر 30 عدد أيام الشهر 30 يوما وهذه السورة تتحدث عن إنزال القرآن في شهر رمضان وذكر فيها كلمة شهر خير من ألف شهر وعدد أيام الشهر 30 فعدد كلمات هذه السورة دعونا نكتشف معا إن واحد أنزلناه اثنان في ثلاثة ليلة أربع القدر خمسة أنا سأعد مباشرة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر خير 13 من 14 ألف خمسة 16 17 الملائكة 18 والروح 19 فيها 20 بإذن 21 22 ربهم 23 من كل 24 أمر 25 سلام 26 هنا دققوا معي أيها الأحبة إذن سلام 26 هي هي رقمها كم 27 كلمة هي هي 27 هذا الترتيب ليس عبثا حتى 28 مطلع 29 الفجر 30 إذن 30 كلمة بعدد أيام الشهر بالضبط يعني هل هذا بالصدفة جاء أم أنه محكم مقدر من الله سبحانه وتعالى دقق معي أخي الحبيب 30 كلمة هي 30 ليلة وليلة وكلمة هي جاء رقمها 27 كأن الله يريد أن يقول لك انتبه أيها الغافل أيها العاصي أيها المذنب يا قاطع الرحم يا من ظلمت نفسك وقصرت في حق نفسك انتبه هذه الليلة على الأرجح أنها ستكون ليلة القدر لذلك اعمل وادعو الله وقم الليل واستمع إلى القرآن وحاول أن تطلب من الله ما تريد لأن أبواب السماء مفتوحة الملائكة تتنزل الرحمات تتنزل والقرار عند الله سبحانه وتعالى فتقرب إلى الملك لكي يقربك له ويحل مشاكلك ويكتب لك الرزق وسعة العيش ويكتب لك الشفاء إن شاء الله نسأل الله العافية الآن أيها الأحبة عدد حروف اللغة العربية 28 حرفا حروف اللغة 28 حرفا كم حرفا استخدمة في سورة القدر دقق معي أخي الحبيب لتعلم أن القرآن لم يحرف سورة القدر تتركب من 23 حرفا وهناك خمسة أحرف لم تذكر وعدد آيات السورة خمسة إذن 23 حرفا ركب الله منها هذه السورة التي تتحدث عن إنزال القرآن طب لماذا العدد 23 لماذا اختار الله لهذه السورة ليركب كلماتها اختار من اللغة لم يختار 28 حرفا وليس 24 وليس 22 اختار 23 حرفا لأن القرآن نزل على 23 سنة انتبه أخي الحبيب إنا أنزلناه هل نزل فجأة على النبي عليه الصلاة والسلام أو نزل جملة واحدة أم نزل عبر 23 سنة 23 سنة إذن القرآن نزل عبر 23 سنة والله سبحانه وتعالى استخدم 23 حرفا ليركب لنا سورة القدر التي تتحدث عن إنزال القرآن سبحان الله والله شيء عجيب يعني أنا من الأمور التي يعني جلدي يقشعر عندما أرى هذه الحقائق وهنا أنا وضعت لكم أيها الأحبة بالتفصيل حرف اللام تكرر 19 مرة هو الأكثر تكرارا لأنها ليلة القدر مع للم أنه في سور القرآن حرف الألف يكون غالبا أكثر تكرارا هنا حرف اللام ليشير لك إلى أول حرف من كلمة ليلة فكرره 19 مرة والعدد 19 تعلمون عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم عليها 19 إلى آخر حرف الألف تكرر 16 حرف الياء عشرة حرف الراء عشرة وهكذا 23 حرفا وهناك خمسة أحرف لم تذكر الثاء والصاد والضاد والطه والظه والغين الحرف الأخير هو حرف الغين نعم الظه والغين طيب الآن أحبة في الله انتبهوا معي سورة تتألف من 30 كلمة بعدد أيام الشهر والكلمة رقم 27 هي كلمة هي هي إشارة إلى ليلة قدر وعدد الحروف الأبجدية التي تركبت منها هي نفس عدد سنوات قرآن 23 سبحان الله يعني نفسه هذا التقدير الملك سبحانه وتعالى الآن أحبة في الله عدد الحروف التي تركبت منها سورة القدر 23 بعدد سنوات نزول القرآن والسورة تتحدث عن إنزال القرآن يعني التأمل الربط والتناغم والانسجام عدد كلمات سورة 30 بعدد أيام الشهر ليلة القدر هذه العبارة عدد حروفها 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذن ليلة القدر ليلة 4 والقدر 5 المجموع 9 هذه العبارة تكررت ثلاث مرات فتسعة زائد تسعة زائد تسعة يساوي 27 يعني هنا أيها الأحبة انتبهوا معي هذه هي المرة الأولى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أي تسعة إضافية 18 ليلة القدر خير من الف شهر إذن ثلاث مرات هنا تسعة هنا تسعة وهنا تسعة وهنا تسعة إذن ليلة القدر حروف ليلة القدر في سورة ليلة سورة القدر عددها 27 نفس موعد ليلة القدر على الأرجع سبحان الله يعني شيء مذهل والله أيها الأحبة رقم كلمة هي هو 27 بين عدد الكلمة طبعا أنا أود أن أشير إلى الأحبة من يحب أن نرسل له هذا الباوربوينت يمكن أن نرسله يتواصل معنا على أرقام الواتساب الموجودة على الموقع وعلى صفحاتنا على موقع التواصل لكي تشرحوه لأحبتكم في الله وهذه عروض باوربوينت مجانية متاحة للنشر وبأي طريقة كانت الآن رقم كلمة هي من آخر القرآن كلمة هي لو عددنا من هي إلى آخر القرآن يعني من هي إلى بداية سورة القدر إننا أنزلناه في لها قدر 27 كلمة ومن كلمة هي إلى آخر القرآن لدينا 27 ضرب 18 أيضا مضاعفات العدد 27 سأشرح لكم هذه الحقيقة التي أذهلتني أنا شخصيا يعني وجزى الله سبحانه وتعالى كل من ساهم في تأليف وإعداد هذا البحث أحبتي في الله انتبهوا هنا هنا سورة القدر هذه سورة القدر وهذه سورة الناس طبعا هنا القرآن الكريم سورة القدر هنا فيها كلمة هي سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الكلمة ترتيبها 27 من عند إننا أنزلناه إننا أنزلناه في ليلة القدر لعند كلمة هي كم ترتيبها 27 الآن هذه الكلمة لو عددنا الكلمات من كلمة هي هنا إلى آخر القرآن إلى سورة الناس تمام سنجد أيضا عددا هو 27 ضرب 18 27 27 ضرب 18 انظروا إلى هذا التناسق العجيب والعدد 18 هو عدد السور من سورة القدر إلى سورة الناس من سورة القدر هنا القدر إلى سورة الناس هناك 18 سورة وكلمة هي هنا لو عددنا الكلمات من عندها إلى آخر القرآن إلى كلمة الناس من الجنة والناس نجد عددا يساوي 27 ضرب 18 كلمة أيضا مضاعفات 27 والعدد 18 هو عدد السور إذن إذن هذه الكلمة موضوعة بدقة عبر آيات القرآن وكلماته ومرتبة بشكل دقيق بحيث يأتي تأتي هذه الأرقام كما نرى سبحان الله إذن كلمة هي عدد الكلمات قبلها لبداية سورة القدر 27 وعدد الكلمات بعدها مضاعفات 27 سبحان الله إذن وكأن الله يريد أن يقول لك انتبه إنها ليلة 27 ولكن أخفاها الله عننا لكي نجتهد أكثر سبحان الله الآن أيها الأحبة أنا هنا يجب أن أتأمل معكم هذه الحقيقة الرائعة ذكر إنزال القرآن في ليلة مباركة في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إذن تحدث القرآن عن إنزال القرآن في ليلة مباركة في سورة الدخان وتحدث عن إنزاله إن أنزلناه في ليلة القدر في سورة القدر هاتا الآيتان لا يوجد غيرهما في القرآن طبعا هناك آيات تحدثت عن إنزال القرآن شهر رمضان كذا أما الليلة إنزال القرآن في ليلة القدر وليلة مباركة لا يوجد غير هتين الآياتين كم عدد الآيات من هذه الآية إلى هذه الآية نحن طبعا حسب تسلسل القرآن لدينا هنا بسم الله الرحمن الرحيم رقمها واحد الحمد لله رب العالمين اثنان وهكذا حتى نصل إلى إن أنزلناه في ليلة القدر رقمها 4417 ترتيب هذه الآية 4417 حسب تسلسل آيات القرآن وترتيب هذه الآية إن أنزلناه في ليلة القدر 6126 لو عددنا الآيات من هذه الآية إلى هذه الآية نجد 1710 آية ماذا يساوي هذا العدد؟ انظر أيها الأحبة عدد الآيات من إن أنزلناه في ليلة مباركة إلى إن أنزلناه في ليلة القدر عدد الآيات يساوي 114 عدد صور القرآن عدد صور القرآن والآيات تتحدث عن ماذا؟ عن إنزال ما؟ ماذا؟ القرآن الذي عدد صوره 114 هذا رقم ثابت مضروب بخمسة إذن 114 هو صور القرآن والعدد 5 هو عدد آيات سورة القدر 5 آيات والعدد 3 هو عدد مرات كلمة القدر أو ليلة القدر تكررت 3 مرات كلمة القدر أو ليلة القدر تكررت 3 مرات إذن الله عز وجل عندما وضع إن أنزلناه في ليلة مباركة هنا في القرآن ووضع إن أنزلناه في ليلة القدر عدد الآيات جاء متناسقا مع عدد سور القرآن ومع عدد آيات سورة القدر ومع العدد الثلاثة تكرار ليلة القدر في سورة القدر سبحان الله الشيء المذهل أيها الأحبة أننا لو قمنا بعد الكلمات الآن يعني هناك عدد الآيات هنا سنعد الكلمات من أول القرآن من كلمة باسم رقمها واحد الله رقمها اثنان الرحمن ثلاثة الرحيم أربعة الحمد خمسة لله ستة ربي سبعة العالمين ثمانية وهكذا حتى نصل إلى آخر آية في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر رقم هذه الكلمة سيكون ستة وسبعين ألف وتسعمائة وخمسين هذا العدد انظروا ماذا يساوي أهل أحبة 114 عدد الصور في سبعة وعشرين ليلة القدر في خمسة في خمسة وهنا الرقم خمسة يشير إلى عدد آيات سورة القدر وعدد كلمات أول آية وآخر آية منها إن أنزلناه في ليلة القدر خمس كلمات سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر خمسة سبحان الله كتاب أحكمت آياته أكرر أيها الأحبة من عند أول كلمة في القرآن إلى نهاية سورة الفجر من هنا إلى هنا أيها الأحبة عدد الكلمات يساوي 114 عدد صور القرآن في سبعة وعشرين ليلة القدر في خمسة في خمسة تشير إلى عدد آيات سورة القدر سبحان الله يعني دقة والله ليس بعدها دقة على الإطلاق أيها الأحبة وأنا هنا جئت بصورة من البرنامج برنامج إحصاء القرآن هنا أنا حددت الآيات من أول آية بسم الله الرحمن الرحيم إلى نهاية سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر فكان عدد الكلمات ستة وسبعين ألف وتسعمية وخمسين وهذا ناتج الحساب يساوي 114 ضرب سبعة وعشرين ضرب خمسة ضرب خمسة يعني انظروا أيها الأحبة عن سلام يعني من أول قرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بدأنا نعد الكلمات هكذا حتى وصلنا إلى سلام هي حتى مطلع الفجر كان عدد الكلمات في سبعة وعشرين في خمسة في خمسة عفوا عدد سور القرآن في ليلة القدر سبعة وعشرين في خمسة في خمسة عدد كلمات آية سلام هي حتى مطلع الفجر وآية إن أنزلناه في ليلة القدر خمسة وعدد آيات السورة أيضا خمسة سورة القدر آيات وخمسة أيضا سبحان الله الآن أحبتي في الله سنأخذ حقيقة مذهلة جدا ماذا عن أول آية ذكرت إنزال القرآن نحن تحدثنا هناك عن إنزال القرآن في ليلة مباركة الآن سنتحدث عن إنزال القرآن بشكل عام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذه أول آية تتحدث عن ماذا إنزال القرآن آخر آية في القرآن تتحدث عن إنزال القرآن هنا إنا نحن نزلنا عليك القرآن التنزيلة هذه آخر آية تتحدث عن إنزال القرآن في سورة الإنسان ورقمها 23 هو عدد سنوات نزول القرآن عدد سنوات الوحي طيب الآن عدد حروف كلمة قرآن يعني قاف رأ ألف نون عدد حروف كلمة قرآن أحبتي في الله كم حرفا من شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى إننا نحن نزلنا عليك القرآن التنزيلة لو قمنا بعد بين هاتين الآيتين عددنا فقط حرف القاف وحرف الرأ وحرف الألف وحرف النون كلمة قرآن نجد العدد 91.770 يساوي 114 عدد السور في 23 سنوات الوحي في 5 في 7 ونحن نعلم إعجاز الرقم 7 في القرآن والعدد 5 يتعلق بماذا أيها الأحبة بي ليلة القدر سبحان الله والله أنا أمام هذه الحقيقة لا أملك إلا أن نقول سبحان الله والآن أيها الأحبة دعوني أكرر هذه الحقيقة العجيبة باختصار شديد أول آية تحدثت عن إنزال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هنا أيها الأحبة دعوني أشرح لكم هذه الحقيقة هنا لدينا أول آية تحدثت عن إنزال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وآخر آية تحدثت عن إنزال القرآن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيله إذن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيله لو جئنا بهذه الآيات جميعا كلها من هنا إلى هنا تمام أيها الأحبة وعددنا حروف قاف وراء وألف ونون ما هذه الكلمة؟ قرآن عددنا حروف القاف والراء والألف والنون في جميع الآيات من الآية الأولى التي تحدثت عن إنزال القرآن إلى الآية الأخيرة التي تحدثت عن إنزال القرآن نجد عدد حروف كلمة قرآن 114 مضروبة في اللهم صلي على سيدنا محمد مضروبة في 23 مضروبة في 7 مضروبة في 5 114 عدد سور القرآن 23 عدد سنوات نزول القرآن والعدد 5 عدد آيات سورة القدر والعدد 7 معروف العدد الكوني لأن القرآن نزل من السماء السابعة من اللوح المحفوظ فهنا إشارة إلى نزول القرآن من السماء السابعة سبحان الله كله محسوب أيها الأحبة الآن سر يحير العقول لكي لا أطيل عليكم أحبة هذه الحقيقة مهمة جدا وأنا شخصيا أبهرتني من أول سورة القدر إلى آخر القرآن استخدم الله لبناء هذه السور 27 حرفا سبحان الله يعني من أول سورة القدر أحبة إلى آخر القرآن قلنا من طعة سورة من سورة القدر إلى سورة الناس الحروف الأبجدية التي تركبت منها ليست 28 حرفا حروف اللغة بل 27 حرفا انظروا معي هنا هذه هي الحروف السبعة والعشرين وهناك حرف واحد لم يستخدم هو حرف الض يعني يمكن أن أشرح لكم هذه الحقيقة إذا اعتبرنا أن سورة القدر هنا سورة القدر وهنا سورة الناس هذه السور كلها كل هذه السور أيها الأحبة ركبها الله من 27 حرفا هجائيا نفس تاريخ ليلة القدر يعني من عند سورة القدر إلى آخر القرآن يوجد 27 حرف هجائي حرف الض غير مستخدم طيب لو حدث تحريف في القرآن لو أن أحدا أضاف جملة أو حذف جملة لاختلى هذا البناء العددي العجيب أيها الأحبة الآن من أغرب ما رأيت حقيقة من أغرب ما رأيت أن حروف ليلة القدر من سورة القدر إلى آخر القرآن تساوي 114 في 7 في 2 114 يعني عدد سور القرآن في 7 إشارة إلى السماء السابعة التي نزل منها القرآن في 2 ليلة القدر 2 ليلة القدر سأشرح هذه الحقيقة أيها الأحبة انتبهوا معي هنا إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر القرآن إلى آخر القرآن من الجنة والناس لدينا 27 حرف هجائي نفس تاريخ ليلة القدر على الأرجح وهنا هذه هي الحروف ألف لام ياء وكل حرف كم مرة تكرر الآن تكرار حروف ليلة القدر اللام تكرر هنا أيها الأحبة انظروا معي 255 مرة هنا هنا 255 زائد الياء الياء تكرر 165 مرة هنا أيها الأحبة الياء هذا هو الياء 165 اللام الثانية 255 نفس هذه اللام طبعا مكررة والهاء تاء المربوطة أو الهاء 123 مرة هنا الهاء الهاء هذه هي ليلة هذه حروف لا إ لت تمام الآن القدر الق دال 63 وين 63 هنا أيها الأحبة هذا هو حرف الدال 63 وآخر حرف هو الراء 100 هذا هو حرف الراء هنا أيها الأحبة هذا هو حرف الراء هنا إذن من سورة القدر إلى آخر القرآن من سورة القدر إلى سورة الناس لو قمنا بعد حروف ليلة القدر يعني ما تحويه هذه الآيات والسور من حروف ليلة القدر نجد بالضبط 114 مضروب في سبعة مضروب في اثنان سبحان الله يعني السورة تتحدث عن ليلة القدر وضعها الله في موضع بحيث أننا إذا قمنا بعد حروف ليلة القدر هذه الحروف التسعة ليلة القدر تكرار هذه الحروف من سورة القدر إلى آخر القرآن كم يعطينا عدد 1596 هنا يساوي عدد سور القرآن 114 في العدد السبعة في العدد اثنان والسبعة قلنا السماء السابعة طيب قد يقول قائل هذه المصادفة دعوني أتأمل ما هو أعجب من ذلك أيها الأحبة سنبحث الآن عن حروف كلمة ليلة وحروف كلمة القدر بنفس المنهج ونرى هل يبقى هذا القانون منطبقا هنا أحبتي في الله حروف ليلة يساوي 114 في سبعة بالضبط سبحان الله يعني من سورة القدر إلى آخر القرآن كما نرى أمامنا هنا أيها الأحبة نعتبر أن سورة القدر هنا وهنا مثلا سورة الناس سورة الناس لو قمنا بعد حروف ليلة لام ياء لام هاء كما رأينا اللام 255 الياء 165 اللام الثانية نفسها والهاء 123 المجموع 798 يساوي 114 عدد سور القرآن مضروبا في الرقم 7 طيب ماذا عن كلمة القدر يعني كلمة ليلة تكرار حروفها 114 في 7 كلمة القدر نفس الشيء سبحان الله سبحانك يا رب والله الشيء يقشعر منه البدن حقيقة حروف كلمة القدر القدر من سورة القدر إلى آخر القرآن تساوي 114 مضروبا في 7 نفس الرقم تحديدا يعني هذا منتهى الإعجاز أيها الأحبة لمن يفهم لغة الأرقام يعني كيف تركبت هذه الحروف العقل حقيقة يتوقف انظروا أيها الأحبة كلمة القدر هنا الألف تكرر 347 مرة هذا هو أيها الأحبة هنا 347 واللام 255 كما رأينا والقاف 33 هذا هو القاف هنا 33 والدال 63 والراء 100 هذه هي الراء 100 هنا المجموعة 798 يساوي 114 طيب كيف انضبطت هذه الأعداد بالضبط ليلة تساوي 114 في 7 القدر 114 في 7 من السماء السابعة في ليلة القدر يعني هذا ترجم بلغة الأرقام والله أيها الأحبة أي إنسان لديه ذرة ذرة يعني علم لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة وسيشهد بأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الآن أيها الأحبة أنا لكي لا أطيل عليكم لأن الحقائق العددية كثيرة جدا ولكن أحب أن أختم وأذكر أحبتي في الله دائما الله يريدك أن تتقرب منه دائما الله يريدك أن تكون قريبا منه لذلك قال تعالى وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي سبحان الله سبحان الله الملك يدعوك أنت أيها الإنسان الذي لم تكن شيئا وحقيقة لا تساوي شيئا أمام هذا الكون الله يدعوك أن تستجيب له طيب ما هذه الرحمة ما هذه العظم الإلهية سبحان الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لذلك أيها الأحبة يجب علينا أن نستجيب لله سبحانه وتعالى وأن نكسر من الدعاء في هذه الليلة المباركة ليلة قضاء الحوائج وأذكركم بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به حبيبكم عليه الصلاة والسلام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة العظيمة أن يغفر ذنوبنا ويقضي حوائجنا ويقدر لنا من الأعمال ما يحبه ويرضاه وأهم شيء نسأله أن يتوفانا مسلمين أن يتوفانا على الإيمان أن لا يجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا أن يجنبنا الشر وأن يشفينا من كل مرض وأن ينعم علينا من بركات السماوات من رزق الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن ينزل علينا من رحماته ورزقه ويقدر لنا كل خير إنه على كل شيء قدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل الإخلاص في هذا العمل إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته